استقبل وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري اليوم في العاصم عدن سفير فرنسا لدى اليمن جان ميري صفا والملحق العسكري الفرنسي جانيد جودة ونغش الجانبان عدد من القضايا وفي مقدمتها استهداف ميليشي الحوثي الإرهابية للمنشآت الحيوية وتطرق اللقاء لممارسات الميليشي الحوثي الإرهابية باستهداف المواني والمنشآت النفطية وزعزعت أمن الممرات البحرية وطرق التجارة العالمية مشيرا إلى استمرار عمليات التهريب الإيرانية للأسلحة والمقدرات وبغميات كبيرة إلى ميليشي الحوثي الإرهابية ودع الوزير الداعيري المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدولية ودعم اليمن في مواجهة إرهاب المشروع الإيراني التوسعي المهدد لأمن اليمن والمنطقة والعالم